كان فيه معمودية المتهودين الدخلاء في الوقت ده يا أسابون طبعا كان هو من ناحية الميا والمعمودية حتى متعلق بالسؤال الأول يمكن الوقت الميا لها تاريخ مع اليهود لأنه في رموز المعمودية عندنا رمز المرحضة النحاسية في خيمة الاجتماع واستعاد عنها بالبحر النحاسي في هيكل سليمان وكان مكانهم عجيب حتى عقائديا حتى نفهمها كده كانت المرحضة وكان الحوت بعد ما بنعبر منطقة في الدارة الخارجية المزبح مزبح البخور المحرقة البخور كان في القدس جوه لكن اللي بره في الدارة الخارجية مزبح المحرقة فعايز الكتاب عايز يعلمني إيه أن اللي يدخل الخيمة أو الهيكل يتقابل أولا مع مزبح المحرقة والمسيح الزبيح الذي قدم ذاته محرقة على عود الصليب إذا ليه إيمان بالمزبح ده وبالزبيحة ده يقدر يدخل خطوة قدام شوية على الشمال كده يلاقي المرحضة النحاسية أو بحر النحاس يختص بالماء ده كان خاص بالكهنة واللويين وبعدين يدخل يقدر يكون لي حق الدخول إلى الأقدس القدس وبعدين لرئيس الكهنة قدس الأقدس فيما بعد فالعملية قد الإيمان شرط أساسي وبعدين بعد الإيمان بندخل على المعمودية وبعد المعمودية يحق لنا الدخول إلى الأقدس بدمه حتى التعبير البوليسي دوت أو البوليسي مش بوليسي لا البوليسي من بولس من بوليس رسول فده يقول دخل بدم نفسه إلى الأقدس فإحنا بندخل الأقدس بدم المسيح والمية زي ما قلنا للتطهير بالتطهير من ناحية المتهودين من ناحية أنه إعلان التوبة كان دي معمودية يحنى من ناحية أنه أنا قبلت الإيمان واعتراف بالإيمان بس ناخد بنا برضو من نقطة صغيرة آسف يعني في سطر كده بعض إخواتنا الطوايف يقولوا ما إحنا دينا بنتعمد أهو بأي طريقة أو كان بالرشة وليقولوا عندنا معمودية والمعمودية دي مجرد إعلان الإيمان لا إحنا مش مجرد إعلان الإيمان إعلان التوبة والإيمان ده كان في أيام يوحنى لكن في معمودية المسيح إعلان قبول المسيح فعلا لكن الخطوة التانية اللي بعد الإيمان لأن اللي بيعتمدوا لازم يكونوا كمان سبق لهم الإيمان وبعدين بفعالية كسر بقى وده ده لفعاليته الخاصة زي ما إحنا عارفين قول ميا لازم بالتخطيس طبعا هي كلمة فابتزما نفس المعمودية فابتزما من الفعل فابتزو يعني يعمد أو يغطس أو يزبغ أو يغمس لأن استخدم الفعل كده برضو بنفس التعبير فدي سبغة لازم نختص تماما ولما صعد يسو